قول ما أبدلكم المقطع يا حبايب نزلت لكم مقطع على القناة الثانية اسمها من ملكة المشاهير عن اليوتيوبر العراقي اللي توفى لسبب انه انتحار بسبب حبيبته روح شوفوا المقطع هناك بلسل وقت مقطع القمر الطاي اشياء زالة 18 لازم تروحون عم تعرفون حقا الكامل اشياء زالة 18 لازم تروحون عم تروحون عم تروحون انا زالي عم تروحون ملكة المشاهير الربط بلوطف اول تعليق روح شوفوا المقطع الخبر اولي عادنا عن بيسان تيكيت والكلام الجدا غريب اللي كتبته فبيسان نزلت هذا اللي ستوري كانت كاتبة عليه انه ما كنت متوقع انه ارجع اصور لكم ستوري قلت بنعمة مش حاسة فيها الحمد لله على كل شي فنوعا ما بيسان قاعد تقصد انه هي بسبب الاكتئاب المرت بي او يمكن حادثة مرت بيها كلش قوية خلاها انه ممكن ما شانت قاعد تصور المر ثانية ففي الحمد لله المهم انه رجعتها بقوة وكتبنا بالكومنتات شو توقعاتكم اللي صاروا اياها وبالاضافة يا حبايب انه بيسان تيكيت عرضت للتهجم بشكل مطبيعي بعد ما نزلت مقطع على تيك توك واللي هو كان هذا اللي كانت كاتبة عليه اللي لما تقعدوا يا بنيا بس تحكي عن الشباب نوعا ما قاعد تستهزئ بهذا النوع من البنات هذا نخلي متابعين يا حبايب انه يستهزئون بيها ونتهجمون بيها بنفس الوقت عن طريق الكومنتات واحد كاتب لعليق الحكي اما انت 24 ساعة ويا الشباب ويردت علي الضحكة وكتبتني عجبتني والله والاشخاص يقولون انت قاعد تحكي عن نفسك وبنفس الوقت بعض الاشخاص توقعونه يمكن تقصد ياسميا فكتبنا بالكومنتات شو توقعتكم لهذا الموضوع روح لي المفاجآت اليوتيوبر فاول شي يا حبايب واللي هو ويسام تيكيت اللي ينزل هذا السوري قاعد يلم من خلاله رح ينزل مقطع ويحكي بيعا من اليوتيوبر اللي التقى بيهم بدبي ومن هذا الكلام فكتبنا بالكومنتات شو 150 للاول مقطع ويسام تيكيت بدبي واخرا يا حبايب حاليا اني سيشايب رجع ويا بيسان اسماعيل ونزل هذا السوري يعني من خلال اللي رح ينزل المقطع على قناته اليوم رح يكون عبارة عن هدية يهديها البيسان على الساعة الثمانية فكتبنا بالكومنتات شو 150 لهذا المقطع الخرافي ننتقل حاليا لمحمد جواني وتنزل لهذا البوست القاعد يعني من خلاله اني يوم بـ 12-12 يعني بعد 15 يوم بالتحديد رح ينزل الفيديو كليب مالتين ناري يا حبايب فكتبنا بالكومنتات شو 150 ننتقل حاليا للضحك شوية واللي هو عبارة عن السوريات نور مارد هدد بها كان آلاء ونيرمين وبصور روعا ما يضحك لهم بعدين يجي يا حبايب اللي هو محمد مارو اشترى هذه الصور من نور مارد 100 دولار وبعدين نشرهم اللي هم هذه الصور صور لآلاء ونيرمين صور الضحك فكتبنا بالكومنتات شاركوا بذلك الخبر وبالختم عن محمود بيطار ونيرمين بيوتي يا حبايب والتقاهم ايا بعض هل تتوقعون ممكن نيرمين بيوتي ترجع المحمود بيطار اللي هو كانت تصوره اياه بالسابق وتترك موفلوكس ما دريك تمنا بالكومنتات وبس اللي هى وصلنات المقطع اللي تسوى المقطع في القاتل من تشاهد الرابط بالوصف وبس تشاركوا فيه زي مقاتل من تلقصص احبكم وبس مع السلامة